أمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وأيضا برنامج أنت تعترض وأحمد الكاتب يوضح أنا أقول دائما بأن الشيعة اليوم قد تطوروا كثيرا وتخلوا عن الفكر الإمامي الخيالي المثالي القديم وأنهم قد تبنوا الفكر الديمقراطي في العصر الحديث سواء في إيران أو العراق أو لبنان أو باكستان أو أفغانستان أو في أي بلد آخر يعني الفكر الشيعة القديم كان فكر ميت يقول بأن الإمامة والحكم يجب أن يكون الحاكم معين من قبل الله تعالى ومنصوص عليه من قبل الله تعالى وأن هذا الحاكم يجب أن يكون معصوم مثالي جدا وهذه الشروط المثالية كما يقول المثال لدينا في العراق يقول لو حكيم باشي لو أموت يعني واحد مريض كان عنده يموت فيما يجبوا له دكتور ما يقبل يريد حكيم باشي يعني رئيس الأطباء يجي على الجن فلو يجي رئيس الأطباء لو يموت هذا الإنسان يكون مثالي جدا ما يحصل أي شيء يحصل لصفر وهذا ما حدث مع الشيعة عبر التاريخ الشيعة الإمامية الاثنين عشرية فقالوا بأن الحاكم يجب أن يكون معصوم وعي من قبل الله ما في أحلى من هذا الشيء بس هذا ما موجود الله سبحانه وتعالى لم يبعد حكاما للناس عبر التاريخ بعد وفاة رسول الله وترك الأمر للناس يجي حاكم مثلا جيد صالح يجي حاكم متقي يجي حاكم فاسق يجي حاكم ظالم يجي حاكم كذا يعني والناس يخضون نقاش أو صراع معه من أجل تحقيق الحق والعادل أما أن تعتقد الحاكم يجب أن ينزل من السماء يعني يعي من الله ويكون معصوم مثالي أصلاً ما يؤمر بأي خطأ أو ما يؤمر بأي معصية هذا ما موجود هذا شيء مثالي خيالي فألف سنة الشيعة ظلوا بدون حكومه وبدون حاكم منتظرين ذلك الإمام المثالي الخيالي الغائب الإمام المهدي الثاني عشر وهو أساساً لم يولد هم افترضوا قالوا نظريتنا رح تخرب إذا ما نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري هاي النظرية رح تتهاوى وتنهار وتخرب بعد ما أدنى إمام فيتبعين النظرية كلها باطلة هو تبعين الشكل بالتالي نظرية الإمامة نظرية وهمية خيالية يعني مو حقيقية وأئمة البيت ما كانت بنوها والإمام الحسن العسكري الأخير في وصيته عندما أحسب الوفاة لم يتحدث عنها أصلا ولم يتحدث عن وجود ولد ولم يقولهم هذا سوف يحدث بعد وفاتي فهم اجتمعوا جماعة طبعاً بالتأثير من دولة العباسية ومخابراتها أخت القولة فرد ولد وقالوا هذا غائب وحتى الشيعة ينامون وناموا ألف سنة يا نومة أهل الكهف أهل الكهف ناموا مثلاً 300 سنة ذولة ألف سنة نايمين أمه كاملة نوموها بالكهف حتى يطلع صاحب الزمان وما طلع فصار تطور عندهم حديث قالوا الفكر مو معقول إذا نخلي أحنا نبادر وننتخب حاكم طبيعي حاكم عادي فتركوا نظرية الإمامة التعجيزية والمستحيلة وآمنوا بالفكر الديمقراطي منذ مئة سنة وأكثر الحركة الدستورية في إيران مثلاً وأيضاً تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمهورية يعني من الجمهور هو الذي ينتخب الحاكم وهو الذي يحاسبه ويراقبه ويعزله ويغيره هذه الثقافة الديمقراطية وكذلك في العراق وكذلك في لبنان أفغانستان باكستان تركيا كل ما في شيعة اليوم يؤمنون بالنظام الديمقراطي فصاروا شيعة ديمقراطيين وقلت أيضاً في الحديث السابقة بأن إيران مو فقط ديمقراطية سنية أكثر من أهل السنة فاستغرب بعض الأخوة وتعجبوا كيف تقول هالكلام أولاً كيف تقول إيران ديمقراطية وهي فيها كذا وكذا 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 صار بعض الأخوة يبعثون لرسائل على اليوتيوب خصوصاً أنه كلامك هذا عجيب غريب ومو مقبول وكيف أنه سنية أكثر من أهل السنة والسنة في إيران مثلاً ما علم حقوق كاملة وما يحق لهم يتبوأوا منصب رئيس الجمهورية أو ولي الفقية أو إلى ذلك فكشلون صارت إيران سنية أكثر من أهل السنة أكراركم بعض الرسائل باختصار طبعاً الرسائل طويلة في أخ اسمه سيمون كراتوس ما عرف هذا اسمه حقيقي ولا يسمي نفسه هكذا يقول اسمه محمد وفي أحد الرسائل لأني يقول اسمه محمد هذا اسم حركي يعني أو اسم أدبي يقول أستاذ أحمد الكاتب مع كامل احترامي لرؤيتكم أن نظام ولاية الفقية يعد نقلة كبيرة من الاعتقاد الشيعي بالإمام الإلهية وكل توابعها الفقهية والدينية أموماً إلى الاقتراب من المقاربات الحديثة في الحكم وممارسة السياسة من حيث الشكل ولا أريد القول الاقتراب من الممارسة الديمقراطية في الحكم فالفوارك شاسعة جداً ومسافات ضوئية تفصل النظام الإيراني عن الممارسة والنظم الديمقراطية إلا أنك بهذا القول تخفي الحقيقة الفعلية والجوهرية للنظام الإيراني ونظرية ولاية الفقه من حيث أنها ليست إلا حيلة فكرية لتسويق النظام الثيوقراطي بشكل حداثي أو يبدو حداثياً أنا إذا أختصت طبعاً الرسائل كلها موجودة بالنصر كامل في صفحتين فالديمقراطية ليست مجرد مؤسسات برلمان وحكومة ومجلس وزراء وقضاء وانتخابات وأحزاب وإلا فإن النظم الفاشية والنازية كانت لها مؤسسات أقوى وأكثر تمثيلية وديمقراطية بمفهومك المظلل للديمقراطية مما هو عليه الحال في إيران الآن أما نظرية ولاية الفقه فهي تقوم على نظام كهنوتي لاهوتي أي أن الفقه يستمس سلطته من الله بواسطة الإمام وهذا أمر خطير للغاية لأنه يطفي طابع القدسية على كامل النظام السياسي ويحكم عليه بالجمود وعدم القابلية للتطور إلا من الأعلى أي بالمنة والمنح والإنعام المولوي للولي الفقه وأي انتقاد لهذا النظام ورموزه يعتبر نقدا للذات الإلهية بكل ما يتبع ذلك من تكفير ونبذ اجتماعي سياسي واقتصادي وثقافي لمن يمارس النقد فكيف تبرر هذا النظام الذي ليس إلا التفافا على العقيدة الشيعية الإمامية لتمكين الملالي والرجال الدين وبصورة أدق وأعمق الكنيسة أو الكهنوت الشيعي من التحكم في كل مفاصل المجتمع الدينية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لخلق الدولة أو النظام المقدس وأيضا في رسالة أخرى نفس الأخ العزيز يواصل القول يقول أما في ما يخص النظام الإيراني وكون ولاية الفقه غير متضمنة في الدستور أشكركم على هذه المعلومة لأني لم أطلع على الدستور الإيراني فأنت تعلم أن لكل دستور منظومة قيم ليست بالضرورة متضمنة في النص الدستوري لكنها تمثل جوهر النظام السياسي فإلى جانب النص أو الوثيقة الدستورية هناك ما يسمى الأعراف الدستورية التي تظهر بالممارسة وتكتسب طبيعة إلزامية حتى وإن لم تكن متضمنة في وثيقة الدستور بل أن بعض الأنظمة كالنظام البريطاني ليس فيها وثيقة للدستور أصلا بل هو مجرد أعراف تشكلت عبر مئات السنين من التطور طبعا أنا أدي ملاحظة هنا أيضا أن هناك أيضا وثائق دستورية هذا إلى جانب منظومة القيم التي تفرز التجربة الدستورية كمثال في فرنسا وأمريكا فهناك عدة قواعد غير متضمنة في الدستور لكنها تمثل جوهر النظامين الرئاسيين الأمريكي والفرنسي وبالمثل فلا يمكن لأي مراقب للتجربة الإيرانية أن ينكر أن الولي الفقيه يحتل رمزية قصية باعتباره أعلى وأقوى لم يكن جوهر النظام السياسي الإيراني وما دونه مجرد إكسسوارات للتزيين فحين رفض مجلس حماية الدستور طبعا ما حماية الدستور قبول ترشيح أحمد نجاد لم يجد هذا الأخير يبدأ من الانسحاب وبنتيجة يصبح نظام الملالي نظاما يسعى للهيمنة الطائفية على المنطقة وفي الأمق بهوية فارسية ها صارت قضية ثانية طبعا الآن وفي القشور بعقيدة صفوية تدعي التشيع لأهل البيت رضوان الله عليهم جميعا والواقع أنها أبعد ما تكون عن أهل البيت وتربيتهم ومبادئهم وأخلاقهم ورسالتهم الأخ رياض ناصر أيضا يثني على كلام الأخ هذا محمد أو كريتوس يسمي نفسه يقول كلامك أستاذ أحمد فيه كثير من التضليل والتزييف فالنظام السياسي الإيراني لا مثيل له في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة صحيح جمهوري ولكن يجب أن يوافق على ترشيح رئيس الجمهورية ولي الفقير فضلا عن أنه لا يملك صلاحيات يعني رئيس الجمهورية مع الأسف أنت واهم وغير ذقيق لا بل غير محايد وإنما شخص مؤدلج وكلامك مبتذل لا يقنع المثقفين وحتى البسطاء تحياتي هذا الأخ رياض ناصر وفي الإجابة على الأخوين العزيزين أقولوا ما يلي طبعا ريق نشف شوي مني يعني من هالهجوم الصاعق هذا في الحقيقة أنا قمت بدراسة النظام الإيراني قبل حوالي عشر سنوات في جامعة في بريطانيا في لندن تسمى كلية الملك وكانت اتروحة للدكتوراه ولكن لم أكملها في الحقيقة يعني النص وتركته وألفت هذا الكتاب أو نشرته اسمه الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية فدرست الدستورين طبعا دساتير أخرى أيضا كان مفروض أطلع عليها وأشوفها يعني الدستور العراقي والدستور المختلفة بالعالم الدستور الإيراني والدستور السعودي ما يعرف بالأنظمة الثلاثة في السعودية وكان السؤال بالحقيقة من المشرفة على الأطروحة هذه الدكتورة مضاوي رشيد كانت هي اقترحت هذا الكتاب أو هذه الفكرة أنه لماذا أنه في السعودية النظام مراثي واستبداد مطلق وما في شورع رغم أنه يدعي الانتماء لأهل السنة وأهل السنة تاريخيا كانوا يؤمنون بالشورع يؤمنون بالنظرية الشورع في مقابل نظرية النص التي كان يؤمن بها الشيعة ولماذا الشيعة اليوم عندهم أنظمة جمهورية ديمقراطية مثلا يدعون بهكذا أنظمة فما هو السر في انقلاب الصورة عند السنة وعند الشيعة الشيعة صاروا ديمقراطيين والسنة صاروا ديكتاتوريين طبعا ليس كل السنة وإنما بالذات السعودية والخليج عموما وبعض الأنظمة الأخرى فالبحث كان في الحقيقة حول جذور الفكر الإسلامي الأول والقديم الذي كان قائم على الشورع سواء ما يسمى بالشيعة أو ما يسمى بالسنة الآن أو بعد ذلك التاريخ كانوا يؤمنون بأن الحكم يجب أن يكون بالشورع ثم حصل الانقلاب الأموي لقيادة عثمان معاوي من أبي سفيان صار الحكم مراثي ثم أجوا العباسيين الذين كانوا فصيل من الشيعة أيضا وأيضا حولوا النظام إلى حكم وراثي واستبدادي وعسكري وجرة السالفة إلى النظام الأثماني والمملوكي وغيرها من الأنظمة وحتى النظام الفاطمي اللي كان شيعي أيضا أصبح مشابه للنظام الأموي والنظام العباسي وراثي وديكتاتوري بصورة مطلقة التحول بالذات الشيعة الإمامية الأثنى عشرية كانوا يؤمنون بأن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله وافترضوا وجود إمام ثاني عشر بعد وفاة الحسن العسكري وقالوا هو غائم وهو المهجد من تظاره سوف يخرج ويقيم الدولة واستمروا ألف سنة وما حصل شيء طبعا المجتمعات مو دائما تتبع حرفيا الأفكار ربما فصائل بالمجتمع أو جماعات بأي مجتمع مثل الآن نقول إحنا السنة يتبعون النظام الدكتاتوري أو النظام طاعة الحاكم بصورة حتى لو كان ظالم أو فاسق أو فاجر ولكن ليس كل أهل السنة يمكن مجموعات بعض المشايخ بعض الناس اللي يؤمنون بهذا الفكر ولا الجماهير بصورة عامة التي تسمى سنية تشوفوها تؤمن بالفكر الديمقراطي بالحرية بالعدالة بكذا تقاوم الحكام تثور عليهم يعني تطالب بحقوقها فمو دائما إذا قلنا هذا المجتمع يعني سني يعني كل الناس اللي يسن في كل زمان ومكان رحوا يؤمنون بهذا الفكر وكذلك إذا قلنا أن الشيعة يؤمنون بالفكر الإمامي لا يعني أنهم في كل زمان ومكان وعامتهم جماهيرهم يؤمنون بهذا الفكر الشعب الإيراني اللي يغلب عليه مثلا التشيئ والإيمان بأهل البيت والإيمان بالإمامة هذا راح يكون يعني ما ملتزم بهاي النظرية دائما فشوفوه يخرج عنها ويطالب بالديمقراطية وعندما حدثت الثورة في إيران الثورة قبل أربعين سنة تقريبا كانوا يهتفون بالجمهورية الإسلامية والاستقلال والحرية هذه الشعارات الثلاثة الرئيسية فحصل تطور صحيح هناك مثلا من بعض علماء مثل إمام الخميني وغيرها كانوا يؤمنون بنظرية ولاة الفقي ولكن هذه النظرية لم يستطيعوا أن يفرضوها على الشعب عندما عملوا دستور الدستور كان ديمقراطي وجمهوري ويفصل بين السلطات وأيضا أعطى صلاحية للقائد أو للولي الفقير وبعض الفقهاء الشيعة كانوا يؤمنون بأن المرجع أو الفقه هو نائب الإمام فهو معين من قبل الله وعنده صلاحيات واسعة ومقدس وما إلى ذلك ولكن هذا لم يتضمن في الدستور حتى في التعديد الدستوري ما موجود هذا بالدستور الإيراني أن القائد يعين من قبل السماء إنما ينتخب من الشعب وعبر انتخابات غير مباشرة يعني أول ينتخبون مجلس خبراء القيادة ثم هذا المجلس ينتخب القائد رئيس الجمهورية ينتخب صورة مباشرة بالتالي هذا الدستور وهذا النظام من وضع الشعب الإيراني وليس موحى به من السماء وليس يعني مفروض ولا يعطي للقائد الأصمة وأنه ممنوع النقد صحيح ضمن مؤسسات الدستور أنه مجلس خبراء القيادة هو الذي يحق له تقييم عمل القائد ومحاسبته أو حتى تغييره هذا موجود في الدستور الإيراني أيضا وأما الاستشهاد أو التوقف عند بعض الأحداث الاعتقالات الأعدامات الحروب الكذا التدخل الخارجي هذه يعني ما العلاقة بالفكر العام أنا عندما أتحدث عن إيمان الشيعة اليوم بالنظام الديمقراطي أقول النظام الديمقراطي يتعارض مئة بالمئة مع نظرية الإمامة الإلهية فالحاكم في النظام الديمقراطي لا يشترط أن يكون معصوما ولا معين من قبل الله ولا من السلالة العلوية الحسينية أي إنسان أي مواطن يحق له أن يترشح الرئاسة الجمهورية أو القيادة العامة فإذن هذا تحول كبير أنا أركز على هذه النقطة أما أنه ماذا جرى في إيران خلال 40 سنة الماضية طبعا كل نظام وكل ثورة تحدث في أي مجتمع فيها تيارات متصارعة وتصطدم مع بعضها وتتقاتل ويقتل بعضهم بعضا ثورة فرنسية مثلا قبل 200 سنة أو أكثر حدث فيها دماء كثيرة ونظام التركي الآن حدث فيها انقلاب قبل سنتين ثلاثة ثم النظام قام باعتقال مثلا 150 ألف واحد وطرد من الخدمة المدنية كذا والعسكرية والأمنية أيضا عشرات الألوف من أتباع غولن أو أتباع التيار الآخر وربما حدثت أيضا تجاوزات هذا ولكن النظام ديمقراطي النظام قام على الانتخابات ستحدث في تحدث صراعات انقلابات تمردات كذا وتجاوزات أحيانا من بعض الموظفين بعض المسؤولين بعض الوزراء هذا أيضا يعني حادث ويحدث في كل بلد النظام يحتاج لفت فترة حتى يترسخ وحتى يعني يطبق كل شعاراته وكل مبادئة وكل تعاليم الواردة فيه هذا أيضا صحيح ولكن وأيضا هذا النظام كما عبر أحد الأخوان بأنه هذا النظام سيوقراطي وغلى في الفقافة الشيائية لا لا أعتقد هكذا هو تحول في عمق الشعب الإيراني والشعب العراقي أيضا وبالتالي اتجه عامة الناس نحو انتخاب الحاكم إذا تجي مثلا نجي في إيران أنه المرجع الأعلى أو القائد لا ينتقد دستوريا ما فيه منع من أحد ينتقده ولكن عمليا هذه الثقافة الشعبية هي تجربة فيها شيء من الثيوقراطية أو شيء من التجربة الدينية هم طالعين من ثقافة ثقافة الخضوع الكامل للمراجع وتقديسهم إلى تطوير التقاليد المرجعية إلى نظام سياسي ديمقراطي طبعا ما ينتظر ما ننتظر احنا بين عشية نضحاها كل التطور يحدث وكل العقليات والثقافات تتغير الآن أدنى بالعراق ما يكن شيء اسمه مرجعية في النظام الدستوري في هذا النظام الديمقراطي ولكن هناك مرجعية في النجف محترمة من قبل الشعب وبالتالي الشعب يسمع كلامهم يسمع كلام المراجع والمراجع أيضا يدخلون في السياسة هذا ما يمكن إصدار قرار بالبلد أو بالدستور بمثلا تحريم العمل السياسي للمراجع أو استماع كلام المراجع أو تدخل المراجع في السياسة إنما يحتاج تطور ثقافي في البلد حتى ناس يركزون ويبنون هذا النظام الجديد النظام الديمقراطي حتى يعني تعود الأمور مدنية أكثر ما هي دينية هناك امتزاج بين الدين وبين السياسة إحنا ثقافتنا هي ثقافة دينية أساسا وطورنا وانتقلنا إلى النظام الديمقراطي ولكن هذا النظام أو هذه التجارب الحديثة ليست مثالية وما يمكن تكون مثالية فورا نكبس أزرار ونتحول إلى نظام أمريكي أو بريطاني أو فرنسي يحتاج لنا فترة طويلة وحتى الأنظمة الغربية صحيح ما عندهم رجال دين يحكموهم ولكن عندهم رجال رئيس ماليين يحكموهم أصحاب البنوك أصحاب النفط شركات النفط شركات السلاح هي التي تتحكم وتتلاعب بأقول الجماهير العامة من خلال الإعلام من خلال الدعاية من خلال كذا ففي كل بلد يمكن في قوى رئيسية هي قوة رجال الدين في إيران موجود أكثر من 200 ألف معمم رجل دين طالب علم دينية في إيران وهؤلاء موجودين في كل مرافق المجتمع الإيراني في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل بلد فهؤلاء لهم دور وما يمكن تحذفهم بشطبة قلم مرة واحدة ونحذفهم ف يعني التطور الاجتماعي هذا المجتمع تطور إلى هذه الدرجة ولا يزال أيضا مثقل بكاهل الماضي وكاهل الثقافات القديمة ولكن لا بد أن نعترف بحدوث تطور جذري في الفكر الشيعي بحيث لم يعد الشيعة إماميين لم يعد الإيرانيون ولا العراقيون إماميين إنما أصبحوا ديمقراطيين فكريا ونظريا ولا أعني الصورة المثالية الديمقراطية إنما أعني المستوى الفكري هذا شيء مهم المستوى الدستوري وهذا شيء مهم أيضا وممكن يتطوروا نحو المستقبل أكثر وأكثر يتطور النظام أما أنه النظام الإيراني عنده مثلا بعض ناصر دخل أنه والله حالة الثورية يتبع القائد أو الرئيس الجمهوري لازم يوكع عليه القائد هاي الدستور الإيراني هكذا يعني هم موقعين عليه الإيرانيين وقابلين بهذا النظام ممكن يعدلوا في المستقبل ممكن يغيرهم في المستقبل كان سابقا عندهم رئيس وزراء وشاء له بعدين أعطوا صلاحيات لرئيس الجمهورية هذه أشياء طبيعية تحدث في أي بلد والدستير مو مقدسة إنما دائما تطور إنما يجب احترام الدستير الدستير يعني اتفاقيات بين الناس والناس يجب أن يحترموا الجميع هذه الاتفاقيات وفي نفس الوقت فيها مجال للتغيير للتطوير للإصلاح للتبديل للترشيد هذا أيضا ممكن أما إيران تدخل بالدول الأخرى وأجهة مثلا أطماء فارسية هذه الشخصة ما لها علاقة بالديمقراطية كل دولة لها أمن قومي وإلها مصالح دولية وما لها علاقة بالثقافة الشيعية أنا أتحدث عن حدوث ثورة فكرية في العقل الشيعي وذلك بالتخلي عن نظرية الإمامة والالتزام بالنظرية الديمقراطية بنظرية الشورى الآن سأرى كثير من الدول التي تدعي أنها سنية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج ما عندها شورى ما تؤمن بالشورى تؤمن بالنص والوراثة وتقديس الحاكم وعدهم الحاكم أكبر من معصوم ما يمكن تشير لإشارة ما يمكن تخالفها بموقف بسيط وأي واحد يعني يتحدى أو كذا مصيره السجن والعدام والتقطيع بالمناشير فهذا مو الشكل يعني تبقى الممارسات الفردية هذه تدان طبعا من أي طرف كان وما يمكن نقول الحكم صار شيعي اليوم ومثل على ابن طالب لا يمكن هناك كثيرون يدعون التشيع يدعون التشيع ويسيرون بخلاف سيرة الإمام علي ويسيرون بسيرة يزيد بن معاوية أو معاوية بن يوسفيان يعني مو بالضرورة كل من ادعى التشيع أو حتى ادعى المرجعية ولبس عمامة وكذا يعني صار هو مثال للعدل والديمقراطية واتباع أهل البيت خلي نكون موضوعيين واقعيين مجتمعاتنا ما يمكن تتطور يعني فجأة ومرة واحدة أهم شي التطور بالثقافة وبالفكر ثم بالمعادلات الواقعية بال يعني المجتمع كل يجب يتطور بحيث يمنع الفساد يمنع السركة يمنع اللصوصية يمنع الظلم هذا سواء كان مجتمع شيعي أو مجتمع سني يجب أن يكون هناك تدافع من أجل الحق والعدل ما يمكن نترك الأمور هكذا إذا مثلا اتبعنا المنهج السلفي ويقول لك والله احنا ما أخصنا بالحاكم مهما يفعل مهما يعمل ما دام هو مو مثلا معلن الكفر البواح احنا نطيع ونخضع له هايث كافة سلبية يجب أن نصح احها يضا لا يجب أن نطالب بحقوقنا وأن نعلم الناس المطالبة بحقوقهم وحرياتهم سواء كان حاكم اسمه شيعي أو اسمه سني أو اسمه مسيحي ولا يهودي ولا اي شي كان ما العلاقة بالموضوع مجتمع نايم مجتمع فقير مجتمع جاهل مجتمع ممزق ما يفكر بالعدالة وما يفكر بتطوير نظام السياسي بينما اذا يعني شوية المجتمع تطور في اي بلد كان راح يتجاوز الثقافة السلبية والثقافة الاستبدادية القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته